قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم الكشف عن حكم مباراة المنتخب المغربي والطنزانيا رومان سيس جاهز لمباراة الغد والفوز أمام طنزانيا سيمنح نتيقة لما هو قادم مدرب منتخب طنزانيا عمروش يتراجع عن تصريحاته ضد المنتخب المغربي وضد فوز القجاع والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار الكشف عن حكم مباراة المنتخب المغربي والطنزانيا كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفراقي لكرة القدم كافة عن هوية الطاقم التحكمية الذي سيقض مباراة المنتخب المغربي أمام طنزانيا لحساب الجولة الأولى من دور مجموعة كأس أمم إفراقية الكودفور وسيقض الحكم التشاطي الحج ألو محمد مباراة المنتخب المغربي والطنزانيا بمساعدة كل من الأنغولي جيرسون دوسانتوس والبوركينابي تياما سيدو في حين أنطت مهمة الحكم الرابع للمالي تراوري بابو وأسند الكاف مهمة قيادة غرفة تقنية الفيديو فار إلى الحكم المصري محمود عشور بمساعدة ريفيت ماريا من موريشيوس رومانسيس جاهز لمباراة الغد والفوز أمام طنزانيا سيمنح نتيق لما هو قادم أكد رومانسيس قائد المنتخب المغربي جاهزيته لمباراة منتخب طنزانيا برسم الجولة الأولى من دور المجموعة لكأس أمم إفراقية وقال رومانسيس في ندوة الصعفية التي تسبق المواجهة أنا جاهز لمباراة الغد المواجهات الأولى دائما تكون ذات أهمية بالغة لأن الفوز بها سيمنح نتيق لما هو قادم وتبع سعيد بخوض المنافسة القارية للمرة الرابعة أكتسب الخبرة في هذه المسابقة الصعبة حيث تحتاج إلى الاستعداد الجيد بدنيا ودهنيا لأنها تختلف عن منافسة كأس العالم وعن اللاعب في الدوريات الأوروبية مدرب منتخب طنزانيا يفاجئ الجميع ويتراجع عن تصريحاته ضد المنتخب المغربي وضد فوز القجع تراجع عادل عمروش مدرب المنتخب الطنزانيا عن تصريحاته التي اتهم من خلالها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالكولسة والتحكم في تعيينة الحكام ومواقيت لعب الأصود وقال عمروش في ندوة الصعفية التي تسبق مباراة المغرب نحن في شمال أفريقيا نأخذ فقط السلبيات من العديد من الإيجابيات وتبع المنتخب المغربي قلت أنه من المنتخبات العالمية وتكلمت عن التنظيم واللاعبين والفكر التكتيكي للمدرب وتحددت عن الكثير من الأمور الإيجابية ووصل تحددت أيضا على طريقة اللاعب وكل الأمور الإيجابية الأخرى فالفريق الذي يفوز على البرازيل هل سنقول أنه ينتصر بالحض بل يعني أنه انتصر بإمكانياته ولا أحد قادر على حد في تاريخ المنتخب المغربي وأكمل نتائج المنتخب المغربي تجيب عن كل الأسئلة هذا وسيد الشنو المنتخب المغربي مصره في المستبقى بمواجهة طنزانيا يوم الأربعاء على أرضية ملعب لورانبوكو انتلاق من الساعة السادسة مساء يهم الجماهير المغربية شرطة الكوديفور تقدم توصياتها قبل مبارية الكن قدمت الشرطة الإفارية توجيهتها للجماهير الراغبة في حضر مبارية كأس أمم إفراقية من الملعب وذلك تفادي للاستحام أو تسجيل أحداث لارياضية وعبر بلاغ عمامته عبر مناصة إكس أكدت الشرطة منع بيع التدكير بمحط الملعب مطالبة للجماهير باقتنائها من النقاط التي تم تحديدها سابقا أو عبر المنصة الإلكترونية كما نصح الأمن الإفارية الجماهير بعدم التوجه سوب الملعب دون اقتناء تذكرة المباراة وتقرر فتح الملعب في وجه الجماهير 6 ساعة قبل صافرة البداية لتوفير دخول سالس وفي ظروف جيدة لجماعي الجماهير ويخوض المنتخب الوطني المغربي أول مبارياته يوم الأربعة السابع عشر من يناير بملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو الرقراكي يتحضر لمواجهة طنزانيا بخطة مغيرة وهذه التشكيلة المحتملة يختبر وليد رقراكي مدرب المنتخب المغربي جهوزيته لبطولة كأس أمم أفراقية الحالية في الصحيل العاج حين يواجه نظره منتخب طنزانيا على ملعب لوران بوكو لحساب الجولة الأولى من منافسة المجموعة السادسة التي صدموا أيضا منتخبي الكونغو الدموقراطية وزنبيا ووضع المدير الفني لمنتخب أصود الأطلس أخيرا لمسات على كتيبته في حصة التدريبية التي خضها الأثنين وشهدت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء نصير مزراوية الذي ما زال يكتفي بالتمارين الفرادية تحت إشراف الطبيب المعالج وبات من المؤكد أن يعتمد المدرب وليد رقراكية على خطة مغيرة للتي نهجها في موندي القطر 2022 حيث يخطط لمبغطة منافسه منتخب طنزانيا منذ بداية المباراة وهو نفس الأسلوب الذي اعتمده في المباراة الماضية في دار السلام في إطار تصفية الإفراقي المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 حيث فاز فيها المنتخب المغربي بهدفين نظيفين وأكد موقع العربية الجديدة أنه حصل على معلومات تشير إلى أن المدرب وليد رقراكية قرر تغيير أسلوب لعبه بالاعتماد على الهجوم مع تعزيز خط الوسطة بنهج نظام لعب يرتكز على الضغط العالي لإرغام مدافع المنتخب الطنزاني على التراجع إلى الخلف وتبع المصدر نفسها أن الخطة التي ينوي المدرب وليد رقراكي ترفيضها لا تختلف كثيرا عن تلك التي اعتمدها قبل شهرين حيث حل منتخب أسود الأطلس ضيفا على منتخب طنزانيا في دار السلام خلال تصفية كأس العالم 2026 وذكر دات المصدر أن المدرب وليد رقراكي سيعتمد على جميع اللاعبين الأساسيين بالستناء غياب نصير مزراوي على أن يكون القائد رومانسيس وحاكم زياش حاضرين في التشكلة الأساسية بعدما استرجع كامل جهوزيتهم البدنية والفنية ومن المراجح أن يعتمد المدير الفني لمنتخب المغرب ضد طنزانيا على تشكلة المكونة من ياسين بونو في حراسة المرمى وأشرف حاكمي ويحي عطية الله ورومانسيس ونيف أكرد في خط الدفاع وسوفيان مربط وعز الدين أناحي وأمين حارت في وسط الميدان ثم حاكم زياش وسوفيان بوفال ونصير مزراوي ثم حاكم زياش وسوفيان بوفال ويوسف أنصاريا ولم يستبعد ضدات المصدر احتمال أن تطرأ بعض التعديلات على التشكلة في آخر لحظتنا حسب قناعة المدرب وليد راقراكي التكتيكية والاستعداد الدهني لكل لاعب على حداء وأكد موقع العربية الجديدة أنه حصل على معلومات تشير إلى أن المدرب وليد راقراكي قرر تغيير أسلوب لاعبه بالاعتماد على الهجوم مع تعزيز خط الوسطة بنهج نظام لاعب يرتكز على الضغط العالي لإرغام مدافع المنتخب الطنزاني على التراجع إلى الخلف وتبع المصدر نفسها أن الخطة التي ينوي المدرب وليد راقراكي ترفيذها لا تختلف كثيرا عن تلك التي اعتمدها قبل شهرين حي لحل منتخب أسود الأطلس ضيفا على منتخب الطنزانيا في در السلام خلال تصفية كأس العالم 2026 إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم الكشف عن حكم مباراة المنتخب المغربي والطنزانيا رومان سيس جاهز لمباراة الغد والفوز أمام طنزانيا سيمنح نتيقة لما هو قادم مدرب منتخب طنزانيا عمروش يتراجع عن تصريحاته ضد المنتخب المغربي وضد فوز القجع والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا